برحب حضراتكم مرة تانية كنا بنتكلم قبل الفاصل مع الدكتور أحمد سابت على التشكيل المتوقع لفريق بيتا كلاب هل سيتم من نفس التشكيل أو حسابة التشكيل بالنسبة لبيتا كلاب هيكون فيه تغيير في الأفراد في طريقة اللعب ده اللي نعرفه من خلال طبعا حوارنا الممتع مع الدكتور أحمد سابت أحمد يمكن المدير الفني لبيتا كلاب هنا في القيارة كان متحفز بشكل كبير جدا على الأداء الدفاعي وبيستغل بعض السرعات بالنسبة للكاونتر أتاك وبصراحة نجح فيه أداء هذه الخطة بشكل كبير جدا هل متوقع أن نفس التشكيل هتكون موجودة ونفس طريقة اللعب هو طبعا 4-1-4-1 بطريقة اللعب اللي لعب بها هنا في القاهرة هل فيه تغيير في الأفراد هل فيه تغيير في طريقة اللعب يعني غالبا مش هحصل تغيير في طريقة اللعب طريقة المفضلة اللي هي 4-1-4-1-4-3-3 اللي هو بيلعب بتلاتة ارتكاز لكن ممكن تغيير في الشخص أو فرد أو فردين اللي هو لو استعرضنا التشكيل المتوقع بكرة ممكن فيفيان أسي اللي هو المدافع رقم 26 هدي يمكن لو استعرضنا التشكيل اهو في حراسة المرمة طبعا سيمون أموسولا اللي هو الحارس الكاميروني اللي هو قدم مباراة هايلة قدامنا لاتنين المساكين عثمان وطارة وفيفيان أسي ده المتوقع يرجع بكرة ليه لأنوان جوم بامبو اللي هو رقم 28 ده بدأ قدامنا ومساك في مباراة كان بلعب مساك وكان ضعيف جدا بساك اه فهيدخل مكانه بقى اللي هو ارتكاز دفاعي الاتنين الظاهرين اللي زولوا الباك الشمال وشاباني الباك اليمين الاتنين دول متعودين ان هم بيتيروا مع تحضير الهجمة التلاتة الارتكاز اللي هي 4-1-4-1 التلاتة الارتكاز بتاعهم بامبو وزومانجا رقم 24 وعشرين واميدي مساسي اللي هو رقم 14 اللي قلنا قبل كده ان هو ايه اهم العايف في الفرقة وهو اللي بينزل دايما ما بين الاتنين المساكين بيحضر بالقدم اليسرى دايما هو اهم لاعب في الفرقة ديت في تحضير الهجمة الاتنين الاجنحة لبولو ده راح منتخب الكونجو مع وولتر بواليا لبولو ولزولو اللي هو الباك الشمال وبرضو ابيد مايامبا يعني تلاتة في منتخب الكونجو لزولو الباك الشمال ولبولو وشباني تلاتة دول عندهم تلاتة اه يعني عندهم برضو تلاتة في المنتخب الاتنين الاجنحة تولينجي رقم 11 اللي جاب فينا الهدف الاول اللي هو الشوطة ولبولو اللي هو كان الشهير اوي بالشوطة اللي شالها اللي هي احسن انقاذ للشناوي اللي هو شالها بسرعة رد فعل عالية هو دايما اعتقد ان هو هيلعب في وسط ملعبه دايما سياسة الضغط بالنسباله الضغط في وسط الملعب بحاول ان انا اعتمد على السرعات الموجودة في الاطراف عنده لبولو اللي هو رقم 20 ده هدف الفرقة خطير جدا اللي هو بيلعب نحية محمد هاني اللي هو مميز بالفينش اكتر لعب بيروح عالجور دايما بيطع لجوه وبيشوت تولينجي دايما بيلعب على الطرف وبيستغل وطولينجي ده زي ما انت قلت ويمكن هو ده اللي احرز الهدف اللي دخل على جوه بيستغل المساحات اللي وورا ايمن اشرف طبعا وبيد مايامبا المهاجم الخطير رقم 7 يمكن بشوف ابرز 3 لعيبة في الفرقة وابرز 4 لعيبة زي ما قلنا مساسي لعيب مهم جدا تولينجي برضو مهم لبولو ومايامبا طبعا الاجناحة لما بتزيد بيبقى عندهم مشاكل دفعية كتير وورا زي ما قلنا قبل كده المساحات بكرة مهمة جدا اللي وورا الظاهرين عندهم مشاكل في الكرات العرضية في التمركز في الكرات العرضية ودي شفناها لو نستعرضنا الحالات هنجيب المشاكل بس كمان على مستوى الاطراف كمان ياحمد بيقدموه شكل اكتر من رائع بتتكلم على لزوله بتتكلم على الباك اليمين دي اول حالة من اللي نازل بناء الهجمة بناء الهجمة عندهم مساسي اللي لازم يتم عملية الضغط لازم لعيب اللي هيلعب بكرة سواء بدأنا مثلا براصين حربة او بدأنا بصنع العاب اللعيب التاني اللي هو مع رأس الحربة لازم يضغط على مساسي اللي دايما بيدوروا عليه لان الاثنين المساكين كورتهم مش حلوة لازم اضغط انا على مساسي ما سيبلوش فرصة ان هو يحضر الهجمة زي ما احنا شايفين كل المدفعين بيدوروا عليه الصورة اللي بعدها هنلاقي مساسي راح لايه لعيبها لقدام اذا لازم مهم تضغط نحط تعنينا بكرة على رقم 14 ده هو اللي بيبني الهجمة وفي الصورة دي برضو خلينا نتكلم بالصورة ان لو تثابت هذه المساحات رقم 14 شايفين فيه مساحة قدامه حيقدر يطلع الكورة بشكل كويس المطلوب من لعبة النادي الاهلي حتى لو استلم يكون في ضغط وضغط عالي عليه جدا لان بكرة حيبان اكتر خدرات مساسي يمكن في المبارات القاهرة هنا ما بانش قوي ليه لان ما عندوش المساحات دي او هو كورته في بناء الهجمة اكتر حتبان على ملعبهم الصورة اللي بعدها ده طبعا الشكل بتاع 4-1-4-1 قادر ارتكاز وده اللي اربعة اللي هم ايه اللي قدامه 4-1-4-1 دايما في الحالة الدفاعية ما بيتغطوش ضغط عالي دي ميزة ان هم هيسوبوا قلبين الدفاع عندنا يحضروا الهجمة وبيسيبوك تحضر الهجمة براحتك الصورة اللي بعدها برضو شكل تاني الـ 4-1-4-1 نفس الشكل زومانجا ومساسي الاثنين الارتكاز والاطراف لبولو وتولينجي الصورة اللي بعدها نفس الشكل 4-1-4-1 في مباراة القواجم وسماني ذاكر الفرقة برضو بشكل كويس جدا ان المساحات الموجودة ان الاطراف عندهم الظاهرين مميزين جدا عن المستوى الهجومي ولكن ضعف على المستوى الدفاعي فهنا مثلا اللعيب سيمبا كان بيحضر الهجمة بيعمل التمرير الطولية ورا المساحة هم بيعملوش ضغط عالي ورغم كده بيلعبوا ادفاع عالي فبيظهر مساحات في ظهرهم دي اللي لازم نستغلها بكرة هم بيعملش ضغط عالي يعني سايب الخصم يحضر لكن في نفس الوقت خط الظهر طلع لقدام لقدام ففي مساحات في ظهرهم يعني هنا المساك ده بيلعب الكرة هو تمرير طولي في ظهر الايه في المساحة اللي ورا ما بين السردباك والباك اه في المساحة اللي ورا تحديدا لو حدوك تفتكر خدوا الصورة اللي بعدها برضو اهي نفس الشكل نفس الشكل برضو التفكير بتاع سيمبا ان هو حيلعب في المساحة اللي ورا شاباني اللي هو الباكي اللي ايه الباكي اليمين بص بقى الصورة اللي بعدها بدر بنون عمل ايه ادي بدر بنون اهو ده تعليمات موسمان الواضحة ان انا حلعب في المساحات اللي ورا ايمن اللي هنا اللي هو ايمن كمان لازم يكون متواجد في النقطة دي ان احنا بنطير احنا عملنا بصراحة ماتش حلو جدا بس ما كناش موفقين يعني الكرة دي ايمن اشرف رح لعبها نكمل الصورة هنلاقي عملها اوفر اللي هي جات على رأس افشة ويه الحارس انقذها اذا مهم جدا ان انت تستغل المساحات لازم بكرة هو طريقتهم ان هو بيعمل لك سنترال بلوك بيقفلك عمق الملعب بتلات ارتكاز فانت هتبقى مخنوق في العمق لازم ايه الحل لازم الزاهرين يتقدموا لازم بكرة محمد هاني واي بس بحساب برضو لازم التقدم يكون بحساب ايمن اشرف دوره مهم بكرة ويه محمد هاني ناحية اليمين الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل افشة اه دي الكرة اللي وصلت لأيمن عملها كروس افشة بس البداية بتاعتها ايه البداية بتاعتها بدر بنون دي تعليمات مسلمان الواضحة عشان اتفرج على مباراة سيمبا سيمبا وفيتان هم عندهم مشكلة في المساحات اللي وراء الزاهرين الصورة اللي بعدها برضو ده خطور التولينجي الهدف اللي احنا لسه كنا منتكلم عليه تولينجي الجناح اليمين ممايز جدا بالتزديدات اه بيخش على جوه هي كانت حالة نوع من السرحان واللعابة ما كانتش متوقع ان اللعاب ده هيخش ويرقص ويعمل كده فيها نوع من المفاجأة الصورة اللي بعدها ده برضو خطور ده اخطر لعاب في الفرقة ونركز معاه لبولو لبولو هو الجناح الشناء ده اللي شالها الشناء اللي شالها الشناء وبإنقاذ اكثر من رائع لبولو اللي هو الجناح الشمالي اللي هو هداف الفرقة اللي جاء بتلاته اهداف الصورة اللي بعدها برضو ده المساحات الموجودة عندهم في عمك الملعب ازاي بكرة تقدر تستغل المساحة تكلمنا على ضعف الظاهرين دفاعيا تكلمنا على ضعف التماركس ب qualité العرضية الحاجة التالتة عمك الدفاع مشكلة واضحة عندهم بوليا بوليا من احسن المهاجبين اللي بتتحرك لكن عنده مشكلة في السكة مشكلة بوليا في السكة مش في التحرك مهاجم ممتاز في التحركات بيقطع صح جدا أفشل عبهله وراح أجهون وضع المفراد ولكن مشكلة واضحة في السرد باكين حتى بكرة لما يرجع في فيان آسين المساك التاني عندهم مشاكل دفعية واضحة تقدر أن انت تستغلها وتقدر أن انت تتربكهم في أول ربع ساعة لما نشوف أرقام المهاجمين حتبين إزاي نستغل المساحات دي مهم جدا اللي انت بتقول عليه كمان لأن انت بتتكلم على وخلي بالك موسماني اشتغل بشكل أكثر من رعب في المبرة الأولى يعني اتكلم على مستوى الإدارة الفنية عامل تسا وعشرين محاولة على مستوى إراية الفرقة أراها بشكل جيد جدا بس هي كانت عندنا مشكلة نحن نترجم الكلام دوت لأهداف